السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نطبق أول برنامج بالسي بلاس بلاس هناك العديد من الطرق لكتابة وتنفيذ البرنامج أقترح عليكم استعمال سوفتوير اسمه الكود بلوكس هناك العديد من التطبيقات الأخرى لكن اقترحت هذه التطبيقات لأنها مجانا ويمكن استعمال هذه التطبيقات على الويندوز الماك واللينوكس تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء بروجيكت جديد بإمكانكم نتضغطوا على هذا الزر create new project أو نضغط على file ثم new ثم project نختار console application go next نختار c++ next project title يجب أعطى عنوان للبروجيكت my first project هنا بإمكانك من تغيروا الفولدر الذي سيقع تخزين البروجيكت داخله تختارون أي فولدر ثم next finish code blocks قام بإنشاء بروجيكت اسمه my first project هنا عندي فولدر sources تحتوي على فايل by default main.cpp نلاحظ أن code block سهل لنا code واقترح code by default نقوم ب build لل code نضغط على build نلاحظ أن الكمبيوتر يقول ما فيه ولا خطأ في هذا البرنامج ما فيه ولا warning نقوم بـ execution لهذا الكود run المثلث الأخضر نتحصل على هذه الشاشة السوداء output ثم هذه الشاشة السوداء تحتوي على hello world الجملة اللي تحت تحتوي على معلومات set execution time كم استغرق وقت تنفيذ البرنامج و press any key to continue لو أضغط على أي زر على الكيبورد ستختفي هذه الشاشة بإمكاننا أن نغير هذا الكود سنضيف comment this is my first program وذكر أن هذا الكومنت سيقعد تجاهله من قبل الكمبيوتر لأنه بدأ بهذه العلامة ثم هنا عنا include iostream لو نحذف هذا السطر ماذا حيحصل أضغط على build ونرى أن الكمبيوتر يقول أن فيه خطأ في هذا السطر cout was not declared in this scope لم يستطع الكمبيوتر التعرف على هذه cout لذلك نحتاج أن نقول للكمبيوتر أن cout وقع تعريفها داخل library اسمها iostream لو نشغل البرنامج الآن ما في ولا خطأ ولا warning بيمكان أن نغير محتوى سيقعد 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 ونكتب hello my name is Dr. وسيم سوي بلاد project ثم execute run Hello, my name is Dr. Wissem.